خيارات ألمانية مؤلمة لمواجهة أزمة الطاقة التي فرضها نقص إمدادات الغاز الروسي من بين هذه الخيارات التخلي عن خططها للاستغناء عن الفحم الحجري في تشغيل محطات الكهرباء بل وزيادة الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة بيان لوزارة الاقتصاد الألمانية أشار إلى أنه سيتم استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر لتوليد الكهرباء ويعد قرار استمرار وزيادة استخدام الفحم في توليد الطاقة تحولا في مسار الحكومة الاعتلافية الألمانية التي تضم عددا كبيرا من المدافعين عن البيئة وعن تعهداتها بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2030 وكان من المقرر أن تتوقف المحطات التي تعمل بالفحم خلال هذا العام والعام المقبل ضمن خطط التخلص النهائي منه وزير الاقتصاد وصف الخطوة بالمريرة لكنها ضرورية لخفض استهلاك الغاز حزمة الإجراءات الألمانية تشمل تطبيق نظام المزادات لبيع الغاز للشركات الصناعية وهو إجراء من شأنه خفض الاستهلاك في قطاع الصناعة الألمانية وتأتي الإجراءات الألمانية بعد خفض روسيا لإمدادات الغاز عبر خط نوردستريم بمقدار نصف تقريباً لأسباب قالت إنها فنية وألمانيا هي أكثر الدول الأوروبية اعتماداً على الغاز الروسي وكانت الإمدادات الروسية من الغاز تشكل أكثر من خمسين في المائة من احتياجات ألمانيا قبل أزمة أوكرانيا ثم هبطت إلى أربعين في المائة في الأيام الأولى للأزمة وانخفضت حالياً لتصل إلى حوالي خمسة وعشرين في المائة فقط كما انخفضت واردات ألمانيا من الفحم الروسي من خمسين في المائة إلى خمسة وعشرين وتعمل ألمانيا مع بقية الشركاء في الاتحاد الأوروبي على تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية ترجمة نانسي قنقر